موسيقى مواضب وخصوصا في الوقت يعني في الوقت بالضبط يعني فاش نقوله يعني اللي دلتي معه التمانية كيجي معه التمانية نشان صادق اجتماعي مبدع متعاون شخص اللي هو واتق من راسه موهوب شخص متفائل متشائم تحدي نشوفوا ده بعض انتاع الاسماء كيفاش نحولوهم الادجيكتف سعدنا بمعنى خيال الادجيكتف ديالها هو انوفيشن ابتكار الادجيكتف دياله هو انوفيشن هو تعاون الادجيكتف دياله هو كوبراتف بمعنى ابداع الادجيكتف دياله كرياتيف ادفنتر بمعنى مغامرة الادجيكتف دياله هو ادفنترس امبيشن هو طموح الادجيكتف دياله هو امبيشز انتوزيازم هو الحماسة والادجيكتف دياله هو انتوزيستيك بيسيميزم بمعنى التشاؤم الادجيكتف دياله هو بيسيميستيك اوبتيميزم هو التفاؤل والادجيكتف دياله هو اوبتيميستيك اعدنا عودتاني تالنت هي لا منقولهم بالعربية خلاص را مكتوبين اصلا نكون شي مكتوب مهم تالنت بمعنى الادجيكتف دياله هو بالنسبة لكمبلاينين هو قاعدة هو مكيكونش فيه بزاف دياله دا كتلقهم بزاف كيكتبو لكم sorry to say this but ولا هديك اللي خلان يعقى I don't know how to say it but هنا بزاف كيتلفو كيلقوا sorry to say this وكيحسب لهم انهم هذا apologizing no فاش كتلقى sorry to say this but هدي ماشي باي sorry but شي حاجة يعني كتتcomplain اوكي كتدير واحد لcomplain ولا I'm sorry to bother you but ولتكمل I have a complaint about شي حاجة I don't know how to say it but وتتكمل ادك المشكل اللي عند إذن نشوفو هو اللول كيفاش هولا المكونات متاع الفريزل verbs المكونات تديلهم كيكون the verb plus a preposition يعني مثلا عندنا go on put on give up etc والpreposition عندنا هما مثلا up down in out on off through away for etc ودبا هدين دوزو نشوفو الأنواع ديالهم هنا عدنا جوج ديال الأنواع النوع اللول اللي كيتسمى ماشي اللي كيتسمى اللي كنقولو عليه الليترال الليترال أش الليترال مينين يعني المعنى الحرفي يعني نقدرنا تستخلصوا المعنى تعل ذاك الفريزل verb حرفيا يعني كناخدوا the meaning of the verb plus the meaning of the particle ولا the preposition يعني كناخدوا المعنى تعل الverb plus المعنى تعل البرپوزيسيون كي أعطينا أشنو معنية ذاك الفريزل بحال مثلا go out go هي سير out هي برا يعني غتخرج على برا come in come هي أنك تمشي في in الداخل يعني تشيل الداخل أولا تجيل الداخل run away run رفما هي تجري away بعيدا يعني تجري بعيد sit down عدنا sit هي قلس down هي مهم sit down تقلس التحت stand up كنتي قلس stand هي توقف stand up وقف زي ما أنك كنتي قلس ووقفتي بحال من أوقف المنوع الثاني هو non-literal اللي ما كان فهموهش من المعنى دياله نهائيا totally different meaning يعني إذا أخذنا معنى المعنى 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 مثلا give up give up يعني استسلم ليس give تعطي شي حاجة الفوق turn down turn down مثلا هي إما مثلا كيف ما تقول refuse يعني ترفض شي واحد يرفض لك شي حاجة put on هي تلبس شي حاجة طبعا نشوف بعض الفريز اللي هما common يعني معروفين أو لا كي تداولوا بزاف طبعا الحال مدرتهم شو كلهم اذا بغيتوا تشوفوهم كلهم غادي ترجعو اذا نخلي لكم لينك في الاخرة الفيديو ماشي دخلوا الفيديو اللي فيه المراجعة الشامي لان تال unity السادسة تما كدير اللا list انتع فريز اللي ممكن تحط لكم في المتيح هنا اخذت بعض منهم سو عندك متلا put on هو شي رح تكريب الحويج stand for يعني كتعوض شي حاجة نعطي متال NGO stand for non-governmental organization take off يعني يائما take off your clothes على حسب تحييض حويجك أو لا take off the flight مثلا طيارة أو لا حلقة قلعة يعني اقلعة give up هي تسلم hand in مثلا يعطيك لو أستاذ يفرر ضد وزو ولا شي تمارين and when you finish you hand it to your teacher تسلم له تمارين ديالك أو apply for تقدم واحد طلب مثلا بغيت تدير واحد الفيزا أو you apply for it مثلا مهم تتقدم واحد الطلب لشي حاجة اما apply for job apply for visa و etc look up look up وفش تبحث شي حاجة في الكتاب مثلا تبحث على كلمة في الكتاب و تبحث على كلمة في dictionary تقول i look up find out find out discover discover اكتشف check in تسجل في كورس أو hotel etc turn down اما تخفض الصوت مثلا الصوت كان مرتفع and you turn it down تنقص له او مثلا قدمتي طلب الخدمة and they turn you down ارفض لك طلب لك come across هي كتلاقى مع شي حاجة بالصدفة مثلا كتي غادي في ش شريع وطلقتي مع صديق ديالك بالصدفة مدرتوش مع بضياتكم باش تلاقا ونهائيا كل واحد فيكم كان غادي شغارات وطلقيتو بالصدفة كنقول I came across my friend set up you assess set up a business تأسس شي business set up a company تأسس شي شركة etc bring up bring up easily collect مثلا تكون شي حاجة طائحة في الأرض and you pick it up مثلا شي ورقة and you pick it up تهزة من الأرض أولا مثلا مشي إلى مثلا America and you pick up English easily تعلمتها بواحد سهولة بواحد سرعة cut down cut down هي reduce أنك تنقص من شي حاجة carry on carry on ولا go on هذو كتما يستمر continue take up تبدأ واحد هواية جديدة bring about bring about هي مثلا واحد الحاجة bring about واحد الحاجة واحد أخرى تسبب واحد الحاجة أخرى باش توقع jot down jot down بحل write down أنك تكتب ولا تنقل مثلا شي تمرين ولا شي درس من الصبورة turn off هي توقف شي آلة مثلا turn off the TV turn off the مهم شي آلة كانت شاعل أنت تطفيها turn on العكس كانت طفي أنت look up look after sorry هي تعتني مثلا بشي حد مثلا الأبا ديالك فشكي كبروا you look after them تعتني بهم calm down calm down مثلا كتم مع الصب وشي واحد يقول لك calm down call off call off هي cancel تلغي مثلا شي حاجة عندك شي meeting عندك شي اجتماء وقع لك واحد حاجة طريقة and you call off ولا cancel the meeting keep up with هي كتساير كتواكب أوكي مثلا مهم مثلا مشي تلشي بلصة and you keep up with the weather انك تواكب ذاك الجوب اللي كان تم معي make up يختلقو مشي يغتلقو بلخاء هاديك كتتختلق شي حاجة مثلا you make up a story شق مثلا كتتعطلال الخدمة وكتفقى كتتختلق شي استوار وقعتلك في الطريقة ذاك شي الاستعطلتي كنقولو you make it up أوكي سوى بالنسبة الفانكشن التي عندنا عندنا الجوج عندنا expressing cause فاش كنبغون عبرو للسبب كنستخدمو بعض ديال العبارات منها because since as وهات العبارات هادو كيتبعهم clause clause بمعنى جملة بمعنى جملة فيها الفاعل وفيها الفعل وفيها الobject ولا compliment عاد كينين بعض العبارات اخرين لهما because of due to or into thanks to اذا هاد العبارات هادو راه بحالهم بحال because of since or as and whom the same meaning but ولكن هادو كيتبعهم يا اما gerund او ولا noun ما كيتبعهم ش clause كيمة هي اوكي دابا نشوفو expression effect expression effect كذلك فيها عبارات كنستخدمهم باش نعبرو على effect هاد العبارات هما كالتالي so therefore as a result as a consequence consequently thus because of this that's why هادو كلهم عندهم the same meaning كيعبرو ليا الا effect اوكي يعني انا فاش كان بغي نجاوب على هاد الا exercise هذا كيكون خاص نكون فاهم الجمل علاش لانه كيكون عندي جوج ديال الجمل كيخص نربطهم بهذا الروابط هادو اللي هما expressing effect او expressing cause وانا وانا كيخص نعرف اش من جملة اللي كتعبر على effect واش من جملة اللي كتعبر على cause علاش لانك تكون عندي العبارة زائد ديك الجملة اللي تابعها كتكون هي اللي خاص هتكون الجملة اللي كتحمل لنا المعنى ديك العبارة كيف ايلا عندنا because رح كيخص ديك because ديك الجملة اللي غادي تكون تابعها غا تكون هي الجملة اللي كتحمل ليا السبب والعكس صحيح فاش كان بغاو ندير expression effect كيفاش بحال مثلا ديك so so ديك الجملة اللي تابعها كيخص تكون هي الجملة اللي هز ليا اللي كتشرح ليا او اللي كتعطيني effect اوكي يدخل ادير الانستغرام sarahenglish واحد غا نخلي لكم لينك لتحت باش تبعو البروغرام من ثم ما اوكي لا شكوا فيديو ما تنسوش تضغطو على لايك وإلا كنت جداد في القناة ما تنسوش تضغطو على زر subscribe وتفعيل الجرس باش وصلكم فيديو جداد ان شاء الله شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو اشتركوا في القناة